لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ارجع اقول ايها الجزائريون اعود الى مسألة الاستفتاء ايها الجزائريون حذاري ثم حذاري ان تغطروا بهؤلاء الذين يحردون اذهبوا الى صندوق الاقتراع وارفضوا التستور ستحقيقون الكثير من المكاسب اولا تمتحنون نية السلطة حقيقة في التغيير هل ستزور انتخابات او لا هو امتحان للسلطة ثانيا انكم تحمون هوية الدولة الجزائرية وقيمها وقيم اول نوفمبر الذي يراد دفنه في استفتاء في اول نوفمبر حتى ما عاد نحكو على بيان اول نوفمبر راح نحكو على دستور اول نوفمبر راح ينسى الشعب الجزائري بطريقه الاجيال القادمة راح تنسى وتصير تكلم على دستور اول نوفمبر اذا ما غيروه داروا له نهار واحد اخرى داروا له خمسة جوية يا مرة امر ثاني تستعجلون حل المؤسسات البرلمان الفاسد وشاهدوا هذه الصورة شوفوا النواب اللي عندهم سنوات ما يحضروش الجلسات وكم اخذوا من الاموال وهذه نصرتها صحيفة شزائري اكثر من ثلاثين نائب من دين مناصبهم لا يدافع على مصالح المنتخبين لانتخبوهم ولا شيء يدافع على مصالحهم شهرية داخلة من البرلمان حصانة وهو يخدم في مشاريعه يسافر من بلاد لبلاد وعايش حياته عايش حياته على ظهر الشعب ولا يدافع على مصالح الشعب ولا اي شيء هاي امامكم الصورة اللي نشرتها صحيفة الحياة اه شو اولا حل البرلمان البرلمان هذا يجب ان تكون هناك لجنة قضائية لتحقق الفساد ليس في النواب فقط ولا شراء المناصب ولا الفساد ايضا في تسيير هذه المؤسسة وصدر من قبل تقرير يتحدث عن فساد البرلمان والاموال التي تبذر عن الهواتف والاقامات والامتيازات ولا تحصى ولا تعد يجب ان يكون نحن في مرحلة مكافحة الفساد يجب ان تتواصل مرحلة مكافحة الفساد يجب ان لا يقتصر الفساد على الوجوه اللي موجودة في السجن هناك الكثير من الوجوه يجب ان تسجد وتستحق العقاب والحساب هذه تغير مؤسسة البرلمانية ايضا تجيكم فرصة اخرى باش يكون ناس نزهاء ناس حقيقيين يمثلوا شعب الجزائر ماشو برلمان الرقصات والحفافات والمحترامي الحفافات يكون برلمان حقيقي يتكون من نخب حقيقي هذه النخب وطنية تؤمن بالجزائر بهوية الدولة الجزائرية وتؤمن بضرورة التغيير وتؤمن بضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفسدين شخصيات قوية تفرض نفسها في المؤسسة التشريعية وتفرض نفسها على الحكومة هذا الذي يجب ان يكون والكثير من الاداة ولكن اذا غبتم راح يفوت هذا الدستور يبدأ يطبق حتى الى حل البرلمان راح تصدقوني إذا نجحت الأقلية أي التي تريد تمر الدستور في إبعادكم عن صناديق الاستفتاء ستنجح أيضا في إبعادكم عن صناديق الاقتراع في البرلمان وتجد نفس نسخة جديدة من برلمانات بوتفريقة في عهد تبون ولن تحققوا شيئا إذا تراهنوا على الخروج إلى الشارع باش يفرضلكم يفرضلكم مطالبكم على الجزائرية لكم غلطين والله إذا تمكنت تمكنوا تمكنت هذه الأقليات وهذه الدولة العميقة والعصابات اللي مزالت موجودة وتحتاج إلى وقت من أجل تطهير البلاد منها راح يخرج لكم العسكر والبوليسية ويظل قتلوا في الجزائريين ولي حل فموا في الحبس ماذا ست... واش يديرو لكم هذا ما يديرو لكم حتى شيء ولكن عندما يكونوا عندك ناس في البرلمان يدافعوا ليك وفي المؤسسات هذه التشريعية بعد ذلك حتى إذا كان اقتضت الظروف وخرجت للشارع على الأقل هناك تحت قبة البرلمان من يدافع عنه وفرق شاسع ما بين واحد يتكلم تحت قبة البرلمان وبين واحد يتكلم لي في الشارع هزني لافتة ولا في شبكة التواصل الاجتماعي خذ وطالب أما أن لا تخذ شيء وتطلب أقصى حد لن تصل إليه لكن لما تبدأ المطالب رهي درجات كل مليون في درجة تأخذها وتطلع إلى الدرجة الثانية وهكذا 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 حتى تصل إلى الهدف المهائي ودون ذلك لم يحدث أي تغيير ومن دون ذلك الناس هذم اللي حرضوا فيك رهم يدوك إما إلى الهاوية أو أنهم يدوك ولن تحققوا شيئا تحققوا شيئا وحتى بعد ذلك باش توجدوا تستطيعوا تعاودوا ترجعوا الناس إلى الشوارع مجددا بنفس القوة اللي كانوا عليها في فيفري 2019 لن تفلحوا أبدا الظروف تتغير السياسات تتغير مواقف الدول تتغير المنظمات تتغير العالم يسير بسرعة وبعد ذلك ها واحد ما أحسب بالكورونا واحد ما أحسب بالها واحد ما أفكر فيها هاي استجدت كورونا وغيرت الكثير من المواقف حتى السياسات الدول غيرتها صارت الدول تحوس على مصالحها كيفاش تحمي نفسها من الفيروس وكيفاش تعود خسائرها فبعد ذلك لن تفكر فيك أيها المواطن أنت اللي نزد للشارع ولا ما نزدش تفكر في من تستطيع أن تحقق لهم مصالحها ولكن في هذه الحالة إذا أنت كنت قوة للدولة واستطعت أن تصل للمؤسسات هنا ما تخلي حتى رئيسك وتخلي حكومت وتخليها في موضع قوي أمام الضغوطات الدولية أما إذا أنت تحولت تحفر لها من لور رايح تحولها ضعيف يتجد أن الحكومة نفسها إما أنها تستجيب لقوة الكبرى حتى تحافظ على وجودها أو أنها تخلي البلاد تروح لها الأمور أكبر من عواطف يجي الناس يتحدثونها لذلك أيها الجزائرون أجدد مطلبي أن تذهبوا إلى صندوق الاقتراع اذهبوا إلى صندوق الاقتراع وارفضوا هذا الدستور ووفق الطريقة التي أحدثكم بها أما الطرق الأخرى فلن تصل بكم إلا إلى عضل أصابعي من الندم شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله